واحد من نجوم المنتخب الأولمبي واحد من الأسماء اللي عملت شغلة عظيم جدا واحد من اللعيبة اللي بيقولوا عليها بينكوسين يعني بوتانشال جدا أو لعيب واعد جدا جدا سواء مع نادي الزمالك أو مع منتخب مصر الأولمبي وبإذن الله مع المنتخب الأول في الفترة القادمة كابتن محمد طارق مدافع المنتخب الأولمبي ونادي الزمالك كابتن محمد مليون مبروك التأهل للأولمبيات شرفتونا ورفعتو رسلا مرحبا حبيبا كتن كريم ربنا نخليك والله الحمد لله احنا عدنا عشان اللحظة دي بس والله اذن خليك سنو نزجع عبدالبطورة وكتروف المشروطة عبدالبطورة الحمد لله لا اوجه ومشروطة للشعود ومشروطة للجالة والجهاز البنية يعني من الأول ما اتدمعنا شهر تسعة وانحنا على الحدث ذلك نحن نحفظ على اللقط حققنا حاجة الحمد لله شعود للجالة والجالة الأهم ان شاء الله يعني نعوضها بمديريا ان شاء الله من النوادر يا كابتن محمد وهقولك بصراحة يعني عشان بقى أمين معاك يعني من النوادر ان منتخبات مصر أو حتى فرق مصرية تبقى بهذه الصلابة والقوة الدفاعية على مدار البطولة انتوا كنتوا أبطال على مدار البطولة باستثناء المباراة الأخيرة أمام المغرب بعشرة لعبين فقط بس ادروا يوصلوا لمرمى منتخب مصر بخلاف ذلك احنا ما دخلش فينا ولا هدف كوة دفاعية كبيرة كابتن محمد على مدار البطولة والله الحمد لله احنا يعني اشكر الجهاز سبعا على مستمعينات احنا نتمنى عليها من الأول المهاجن حد حمزة يعني يعني لو قدام ضغطوش كوائد احنا وراهم مش كوائدين احنا قلنا مجمع واحدة والحمد لله يعني احنا كان هدفنا والله اللي احنا نكمل اللي بيقول لها مستمعينا هدف ونقول لو حين عندنا يعني يعني المقولة ماشين بيها طول ما احنا ماشين بقاتش منها جوال ممكن نجيبون في اي وقت اللي حالى هدفين في الملعب وان شاء الله هنجيبون بدعبنا بس الحمد لله يعني ما اكش بأخير يعني احنا ننهيها بسرعة واختب كده مش مشكلة بس الحمد لله والله ما حدش اثر صح ما حدش اثر في المجارة والموضوع الثارج ده اصلا معنا انت شفت طبعا كل الجماهير المصرية وكل المتابعين ما حدش لمكن في اي شيء بسرعة في الموضوع الاخير اه كان نفسينا تكسبوا وكان نفسينا تاخدوا البطولة بس في كل احوال انت عملتوا الهدف الاساسي وهو الوصول للأولمبيات اعيس اسألك على حاجة محمد وانت موجود بقى جوه الفرقة انا لاحظت حاجة مهمة جدا ان احنا كنا بنصوب كتير من خارج منطقة الجزاء هاي دي كانت تعليمات وكنت بتتضربوا عليها كتير التصريبات كمان كان فيها ضكة كبيرة جدا من كل اللاعبين اه الحمد لله احنا درسنا فارين مغرب كويس جدا وكان عندهم نفس الضعف اللي حارف بتاعهم مش كويس اللي بكور التصريبات وحتى في التولات اللي بيطلع والاكلام ده المدرب على طبع يحلل الفرقة اللي قدامنا واحنا بنشغل على الأساس الفرقة اللي قدامنا الحمد لله عندنا اخطر من لائد والحمد لله قدرنا نحنز هدف قدرنا نقدر نحنز نقوم بالهدف بس موضوع الطرد يعني غير الأمور شوية محمود صابر وستوه ازاي بعد الطرد عم نعديك لا طبعا محمود العيد كبير واثر معنا في الملعب الطرد طبعا كان صعب هو كان بدايق جدا بس كلنا نسمينا وقالنا له ما يدعالش وهنكسر بالموضوع عشان خاطره ودمعنا بعدنا في الملعب بقولنا بس كلنا لك بس ضيوف الموضوع يعني الحمد لله محدش بخل في دوقت العلق أنا عرف صحية صحية محمد انت مفروض هتبقى مع الزمالك في مبارات الكمة ان شاء الله يوم الخميس إن شاء الله إحنا رجعيني للشوف إن شاء الله من الطيارات بقيتنا بالليل إن شاء الله أماني الشوف جدا آه أنا أخذ باية اليوم ما راحة وإن شاء الله ما جديد الموضوع وإن شاء الله وبعد كيها تنضمي المعسكة عطول ممعسكة الموضوع إن شاء الله إن شاء الله محمد طارق لعب منتخبنا الأولمبي ونادي الزمالك أنا بشكرا شكرا جزيلا على هذه المداخلة وبهنيك وبهني كل لعاب المنتخب الأولمبي على هذا الأداء الكبير جدا المشرف لها الكرة المصرية والوصول لأولمبيات باريس رسميا